شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم الـ Component Did Update إذن هذه هنا الميطود يتم استدعاؤها عندما يتم عمل تحديث للمكون وطبعا عرضه لنا هنا إذن عندما يتم عمل تحديث في الـ Real DOM أو الدوم الحقيقي وعرض لنا هنا النتائج مباشرة سيتم المنادات على الـ Component Did Update إذن هنا قمت بإضافة ثلاثة أزرار وهنا عند الضغط سنقوم بتشغيل هندلر معين إذن هنا نعمل console.look وهنا سيكون دين Component Did Update إذن نعمل Refresh الآن هنا طبعا لن يحدث أي شيء لماذا؟ لأنه لا يحدث هنا عملية Update سنقوم بإنشاء الهندلر هذه التي تعمل Update للـ State الخاصة بنا إذن لدينا هنا increment هندلر إذن هنا سنقوم بعمل Return للـ Set State إذن نريد التعديل نستخدم Set State إذن نريد التعديل على الكاونتر إذن سنقوم بإضافة 1 لـ نعمل Increment بمقدار 1 وأيضا هنا لدينا decrement نقوم بإنقاس 1 1 ولدينا هنا Reset هندلر هذه دائما نقوم بإرجاع قيمة الكاونتر إلى الصفر بهذا الشكل الآن هنا نعمل Increment نلاحظ يتم هنا زيادة 1 لـ الكاونتر ونلاحظ أيضا تحدث عملية Render وتحدث هنا عملية Component Did Update إذن قلنا هاته يتم استدعائها عندما يتم حدوث التعديل هنا إذن نعمل Decrement نراحظ هنا لدينا Render وأيضا Component Did Update إذن هي تعمل بالشكل المطلوب الآن هنا لدينا صفر على سبيل المثال وأريد أن أقوم بعمل Reset هنا المفروض لا تتم عملية تحديث للمكون لماذا؟ لأن قيمة الكاونتر صفر والReset أيضا تقوم بوضع قيمة الكاونتر صفر إذن هنا من المستحسن أننا لا نقوم بعمل Render من جديد لـ Component لأنه ليس هناك أي تحديث لكن لو نضغط هنا على الReset نلاحظ أنه يتم عمل تحديث أو Update للمكون رغم هنا أن قيمة الكاونتر صفر دائما لم تتغير إذن لكي نتحكم في هذا السلوك لدينا مثل أخرى وهي Shoot Component Update إذن هذه تتأكد هل يجب أن يتم تحديث هذا الـ Component أم لا طبعا هي تقوم بإرجاع True يعني دائما نقوم بعمل تحديث كما نلاحظون عندما نضغط Reset رغم أنه لم نقوم بأي تعديل لكن هنا تم تشغيلها وتم عمل Update إذن سنقوم باستخدام هذه الميثود هنا بداية سنقوم بعمل Console.Log سنقوم باستعراض الكاونتر الموجود في الـ State وأيضا نقوم بطباعة الـ Next State إذن نعمل Refresh نعمل هنا طبعا هنا يجب أن نقوم بعمل Return حاليا نعمل Return True يعني دائما نقوم بعمل Update نعمل هنا Increment إذن كما نلاحظ هنا نعود إلى هذا المخاطط Shoot Component Update هاته يتم من منادات عليها قبل الرندر إذن إذا قامت بإرجاع False فلن يتم حدوث أي تعديل أما إذا كان Return هو True فسيتم تشغيل الرندر الرندر التي سوف تقوم بإضافة التعديلات إلى Virtual DOM وبعدها سيتم اعتمادها في Real DOM بعدها تتم عملية المقارنة لنصل في النهاية إلى Component State Update طبعا عندما تحدث عملية الـ Update إذن بهذا الشكل تمشي الأمر إذن نلاحظ هنا القيمة الكاونتر الموجودة في الـ State هي صفر لكن قيمة الكاونتر الموجودة في الـ Next State هي واحد يعني هذا هو التحديث الجديد إذن هنا الصفر هو الموجود في الـ State عندنا وهنا قيمة الكاونتر واحد هذه هي القيمة الجديدة التي سيتم اعتمادها في التحديث وعرضها لنا هنا في الـ Screen إذن نعمل هنا رسة إذن نلاحظ واحد ثم أصبحت صفر الآن هنا نعمل رسة من جديد سنلاحظ هنا لدينا الصفر صفر إذن نحن سنقوم بعملية المقارنة إذا كان قيمة الكاونتر الموجودة في الـ State مساوية لقيمة الكاونتر الجديدة هنا سنقوم بعدم عمل تحديث إذن سنقوم بعمل return false إذن نرجع هنا إلى الكود هنا سنعمل if ثم لدينا this إذن this.state.counter إذا كانت مساوية للـ next state.counter هنا سنقوم بإرجاع false إذا return false أما إذا كانت القيمة مختلفة فسنقوم بعمل return true الآن هنا نعمل increment نلاحظ يتم عمل update هنا نعمل decrement هنا نعمل reset كما نلاحظ هنا لم يتم عمل update للمكوين لماذا؟ لأن قيمة الكاونتر في الـ State مساوية للقيمة الجديدة هنا نعمل increment ثلاثة نعمل reset الآن هنا نلاحظ يتم عمل لنا update لأن هنا القيمة مختلفة لكن هنا لو نعمل reset الآن هنا لن يتم عمل لنا أي تحديث إذن هذا مفيد في عملية performance والحصول على أداء أفضل يعني في هذه الحالة نحن لسنا بحاجة إلى أن نقوم بعمل render من جديد إذن كانت هذه فائدة استخدام component did update وشوت component update إذا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته